عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المسبق وخلال الاجتماع أكد مدبولي الحرصة على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ ميدانيا أو من خلال الاجتماعات بصورة دورية بما يضمن تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق وتوفير مدخلات الإنتاج وتناول الاجتماع استعراض قيم البضائع المسجلة والمعتمدة والمفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى الثاني من يونيو الجاري بما في ذلك المواد البترولية والأصناف الاستراتيجية